أكد سعادة سلطان الشامس مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية أن الجسر الجوية الإماراتي إلى الأشقاء في ليبيا متواصل بتوجيهات القيادة الرشيدة في إطار الجهود الإغاثية لدولة الإمارات لدعم دولة ليبيا للتخفيف من حدة الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه الشعب الليبي جراء مخلفه الأعصار دانيال وقد بلغ حجم المساعدات الإنسانية والإغاثية التي أرسلتها دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تاتشين الجسر الجوي الإماراتي في الثاني عشر من سبتمبر الجاري إلى دولة ليبيا الشقيقة ستمائة واثنين وعشرين طنا على متن ثمانية وعشرين طائرة استفاد منها ستة ألاف وثلاثمائة وستة وثمانين أسرة وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله حيث شملت المساعدات الإماراتية مواد غذائية ومواد إيواء وترود صحية إلى جانب مستلزمات إسعافية أولية جرى توزيعها في المناطق الأكثر تؤثرا من تداعيات الكارثة خاصة الشرق الليبي علاوة على فرق بحث وإنقاذ مزودة بآليات ومعدات حديثة تدعم القيامة بالمهام الصعبة شكرا شكرا